موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نقوم بكتابة موضوع المتعلق بقصدتي مع الشهداء للشاعر سميح القاسم لطلاب الحادي عشر العلمي والأدبي نص الموضوع اكتب موضوع تتحدث فيه عن ثقافة المقاومة ودورها في استعادة الشعوب حقوقها المغتصبة مستفيد من معاني النص الجواب تجذر مصطلح ثقافة المقاومة حتى أصبح اتجاها واضح المعالم في السنوات الأخيرة وذلك مقابل مصطلح ثقافة الهزيمة ويوحي مصطلح ثقافة المقاومة بالمجابهة والصمود والتصدي وقد مرت ثقافة المقاومة بمحطات بارزة عملت على تطويرها وتكريسها للوقوف أمام مخططات الأعداء والانتصار عليهم ولقد وردت تلك الثقافة في أواخر الثمانينات من القرن العشرين من الرحم المقاومة المسلحة للشعب الفلسطيني ثم تعمقت في وجدان الجماهير مع تفجير الانتفاضاتين الفلسطينيتين الأولى والثانية ومع الانتصارات التي حققتها المقاومة اللبنانية بتحرير الجنوب والتصدي البطولي لآلات الحرب الصهيونية في معارك تموز عام 2001 فترسخت ثقافة المقاومة وحظيت بطاعة في فئات شعبية واسعة في الشارع العربي والآن في ظل الصمود الإسطوري للمقاومة الفلسطينية في غزة امتدت ثقافة المقاومة لتشمل فلسطين وما حولها والأرض العربية كلها من المحيط إلى الخليج أما على مستوى الكتابة فنجد تمثلات ثقافة المقاومة بارزة في ظاهرة شعر المقاومة الفلسطينية كأشعار محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وتمثلت أيضا في ولادة شعر الانتفاضة الذي لم يكن ظاهرة شعرية فلسطينية بقدر ما كان ظاهرة شعرية عربية وهكذا نجد أن ثقافة المقاومة لم تستع في العصر الحديث من قبيل المصادفة بل كانت بتضحيات الشهداء وثورة الشعوب ضد الأعذاء الآن قد انتهينا من كتابة الموضوع لا تنسوا الاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته